من قناة الجديد في بيروت أهلا بكم أحد مربك الخطى تسيره عرائد للنصر السياسية في أكثر من محفل وموقع فدار الفتوى عادت شباكها هدفا للرئيس فؤاد السنيورة العامل على خطي عبر عائشة بكار عزم السنيورة وتوكل على تطيير المفتي بتوقيع ثمانين شيخا ومفتيا في آخر المحاولات لهدم هيكل دار الإفتاء عريضة عزل المفتي تزامنت وعريضة للدفاع عن موقوفي حادث عبر بين الجيش اللبناني ومجموعة أحمد الأسير وفي المعلومات أن النائبة بهية الحريري كانت قد أجرت اتصالا بنقيب المحامين في بيروت نهاد جبر وطلبت منه تسهيل عملية توكيل المحامين من دون مرورها بإجراءات المحكمة العسكرية الروتينية غير أن جبر أبلغها التزامه بهذه الإجراءات والتي وصلته في كتاب عبر القادي رياض أبو غيدا كتاب التطوع يجتمل على أسماء 42 محاميا يدورون في الفلك الأزرق وقد اجتمعت معهم النائب الحريري لتحفيزهم على الموافقة والانضمام إلى جبهة الدفاع عن موقوفي عبر من مجموعة الأسير ونيالي اللي عنده مرأة دفاع بمجدليون للإخوة في الجهاد أما عناصر الجيش فألوا الله كيف استشهدوا من اعتدى عليهم ولماذا سالت دماؤهم بدم بارد كلها أسئلة بلا محامي دفاع سياسي ينطق بالحق لكن بعضا من صور لجنة الدفاع النيابية أنصفت دماء العسكريين وهي ستعاود اجتماعاتها يوم الخميس المقبل لاستكمال مرحلة الشهود ومن عاصفة صيدة إلى عاصفة الشمال بلوائها الذي أصدر بيانا أن اليوم دعا فيه ذوي المخطوفين لديه إلى الضغط على حزب الله لإنهاء ملف السجينات السوريات علما أن لواء العاصفة يتفاوض عبر تركيا مع الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الداخلية مروان شربل واللواء عباس إبراهيم وليس مع حزب الله إذن 42 محاميا يتقدمون المعونة القضائية لعدد من موقوفي أحداث عبر تقرير للزميلة رونا حلبي 42 محاميا جرى تكليفهم للمرافعة والمدافعة في ملف الشيخ أحمد الأسير عن المدعى عليهم من تبين أن ليست لديهم قدرة مالية على توكيل محامين عنهم التكليف جاء في كتاب وجهه نقيب المحامين نهاد يوسف جبر إلى قادة تحقيق الأول في المحكمة العسكرية رياض أبو غيدة في التاسع من الشهر الجاري لا أستطيع أن أكلف مباشرة أريد أن يجيني كتاب من المحكمة التي وضعها على الملف وبالفعل وصل الكتاب من الرئيس أبو غيدة قادة التحقيق العسكري وبالذات النهار تم تكليف محامين أكتر من عدد المتهمين يمكن 43 محامين وأرسل التكليف للرئيس أبو غيدة وبشر التحقيق لما نوصلوا للتكليف في محامين مثلا ببايتهم في عناصر من جيش البناني أو عسكر أو زباط كان عندهم شوية أحراج الأحراج أخذ نابع عن الاعتبار علما أن المحامين اللي يكلفوا هني عرضوا حيلهم كمين يعني هني عرضوا أن يتولوا الدفاع عن المتهمين في قضية ملف أحمد الأسيد هي أول ما صارت توقيف وهي الحريرة هي اهتمت شخصيا بتكليف محامين للمتهمين والواقع أن اللائحة تضم أسماء محامين معظمهم مقربون إلى تيار المستقبل من صيدة وخارجها وعلى رأس اللائحة رشيد درباس نقيب المحامين في طرابلس سابقا فكلفونا تطوعا أنه في ناس محبوسين ما قدروا أكلوا محامين فنحن تطوعنا من شان يشوفوا ممكن يكون في بيانات الناس مظلومين وأبرياء حتى نقدر نساعدهم يظهروا الأدلة اللي بتساعدهم على يعني اخلق ساحتهم من هالموضوع أما أنه نحن وكلاء عن الشيخ أحمد الأسير الوكالة اللي يجب تكون اسمية طبعا لشيخ أحمد الأسير كلفنا وللنقابة حطت اسمه ولا نحن نستعدين ندفع عنه أما هذا ما بيعني أني أنا وكيل أحمد الأسير أو هالمجموعة المحامين وكلاء أحمد الأسير لأنه أصلا لا يحق لأي محامي أن يكون وكيلا عن أحمد الأسير طالما أحمد الأسير ليس ماسي لأمام العدالة الشيخ أحمد الأسير بعد ما مسل إدنماد التحيق ولا فضل الشيكر أو كم واحد هذا فيه مذكرات غيابية بحقه بعد ما أخضعوا للتحيق إذا أجوا على التحيق وما كمان ما عندهم قدرة لتوكيل المحامي كمان نقابة هي بتكلف هذه من سلب مهام نقابة المحامين بتأمين الدفاع عن أي متهم أمام القطاع إذن 42 محاميا للمرافعة والمدافعة عن موقفين في أحداث عبره وفيما قد يكون بعض هؤلاء بريئا من التهمة هل سيجد الأسير من يدافع عنه هذا إذا مثل أمام القضاء؟ عريضة لعزل مفتي الجمهورية محمد قباني بإعازن الرئيس فؤاد السنيورة وتوقيع عدد كبير من المشايخ والمفتين فهل تدخل حيزة تنفيذ؟ أم إنه لم حل لها من الإعراب في قانون دار الإفتاء سوى التضييق السياسي؟ لم ينتهي رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة من معركته في عبره ضد السلاح غير الشرعي بحسب تعبيره حتى فتح جبهة تشريع أخرى لم يكن قد أقفلها بطبيعة الحال بل وضعها في درج حساباته السياسية فعلى مدى الأسبيع الماضية بحسب ما وصل إلى مسام عدد الإفتاء سعى السنيورة للحصول على توقيع مشايخ ومفتين من أجل عزل مفتي الجمهورية الشيخ محمد قباني من منصبه وبالفعل فان توقيع العريضة بدأ يأخذ حيز التنفيذ ولكن وإن كان قرار الإمضاء واضحا وصريحا عند بعض الجهاد كالجماعة الإسلامية التي تطالب بعزل المفتي منذ فترة طويلة لأسباب دينية بحسب الجماعة فإن القرار السياسي الأخير الذي أتى بكبسة زر من السنيورة على حد تعبير بعض القضاة لا تبدو ملامحه واضحة بعد عند معظم المفتين والمشايخ حاولنا التواصل مع عدد كبير من القضاة الذين وقعوا العريضة بعد حديث عن أن عددهم وصل إلى ثمانين لكنهم رفضوا التعليق فالبعض تردد بالحديث عن الموضوع بعضهم تهرب من الإجابة إذا ما وقع أم لا ومنهم من قال أنه وقع لكنه لا يريد التحدث لأن الأمور لم تأخذ منحا جديا بعد أما البعض فدعيوا إلى الإمضاء لكنهم ينتظرون دراسة العريضة قبل التوقيع وقد أشارت بعض المعلومات أن أصحاب العريضة يدرسون توقيع الملائم للتنفيذ فهناك من يفضل المباشرة بالأمر قبل عيد الفطر بقصد حرمان المفتي قباني من إمامة صلاة العيد وآخرون يجنحون في التريث ريثما تنضج الظروف الوطنية الملائمة أما محامي المفتي فايز الإعالي فيقول أن العرائد لا تعزل المفتي بل على الهيئة الناخبة أهل اجتماع في النص القانوني إذا بنرجع للقانون مرسوم الاشتراعي 18 على 55 ما في شيء بيتحدث عن أنه ناس بيعملوا عريضها مشان إقالة سماحة مفتي الجمهورية المسألة منظمة بالمادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 على 55 وهي تفترض من الهيئة الناخبة 3 أربع أعضاء الهيئة الناخبة أنهم يجتمعوا وياخدوا قرار فيما يتعلق بتحديد مصير سماحة مفتي الجمهورية الآن عم يدور العمل على تدمير هذه الاستقلالية وعلى تجريد سماحة مفتي الجمهورية من صلاحياته وعلى هذا مخالف للشريعة الإسلامية لأنه بالشريعة الإسلامية رأس السلطة هو صاحب القرار وعن موافقة رؤساء الحكومات السابقين على العريضة باستثناء رئيس سليم الحص الأعضاء الطبيعيين في المجلس الشرع الإسلامي الأعلى يتألف من رئيس الوزراء العامل ورؤساء الوزارة السابقين وهنا أعضاء لكل عضو واحد منهم له صوت واحد يجتمعون برئاسة سماحة مفتي الجمهورية مش سماحة المفتي الجمهورية يجتمع برئاستهم كما أنه ما في شيء اسمه تجمع نادي رؤساء مجلس الوزراء لأنه هذا النادي غير منصوص عنه في القانون وحتى لو كان منصوص عنه في القانون ما عنده أي صلاحية يفرض هيمنته أو سيطرته على الإفتاء وعلى الأوقاف الإسلامية ويضيف الإعالي بأن المفتي يغادر منصبه بشروط محددة وهي بلوغه الثانية والسبعين أم المرض المزمن أو القيام بشيء خطير وهو يرى أن أي من هذه الشروط لا تنطبق على المفتي الحالي مخطفو اللبنانيين في أعزاز يطلبون من الأهالي الضغط على حزب الله للإسراع في عملية التبادل مع السجينات السوريات هنا لواء عاصفة الشمال صاحب القرار الوحيد بالنسبة إلى مصير المخطفين اللبنانيين في أعزاز على الأقل هذا ما حاول مخطفو اللبنانيين التسعة إثباته من خلال بيان أدرج على موقعهم الرسمي ليظن المشاهد للحظة أن المفاوضات التركية اللبنانية السورية باتت رهن بياناتهم وقد جاء في البيان أسلفنا في بيان سابق أن تبادل اللبنانيين التسعة المحتجزين سيكون في مقابل أخوات معتقلات في سجون الأسد ولقد مضى على البيان أشهر توضح لنا خلال هذه الفترة الزمنية طباطئ ومماطلة من قبل حزب إيران في الوقت الذي يشتد فيه القصف على الريف الشمالي في حلب من قبل إيران وحزبها بحسب تعبيرهم ما يعرض حياة المحتجزين اللبنانيين للخطر الشديد ونحن نتوجه إلى أهلهم وذويهم بالقول إذا كنتم تودون لهم أن يفطروا معكم في لبنان فعليكم الضغط على الحزب للإسراع في التبادل الأهالي كانت قد أتلجت قلوبهم الذبذبات الإيجابية التي بعثت إليهم بعد تحركات لواء عباس إبراهيم الأخيرة بين سوريا وتركيا وهم إن كانوا ينتظرون شيئا فوى معرفة أسماء المخطفين المفترض إطلاق صراحهم جاءنا بنقطتين حكا فيهم بالضمنون البيان النقطة الأولى بتقول أن حزب الله عم بيماطل بالمفاوضات كلنا بنعرف أن الحزب الله ما نتعرف بالمفاوضات ليماطل فيها اللي واء عباس إبراهيم هو المكلف من الدولة اللبنانية ومن الأهالي بالتفاوض عبر الوسيط التركي هذه الشغلة الشغلة الثانية قال اللي عم بيقوله بالبيان تضمن تهديد لحياة المخطفين أنه نسبة للقصف اللي عم تتعرض له المناطق بحلب اللي بدنا نقوله نحن اليوم أنه الدولة التركية الدولة اللي راعي للخطف هي مسؤولة عن حياتها دي الزوار اللبنانية أي شيء بيتعرضوا له نحن نحتفظ بحق الرادة على الأتراك مش على السوريين نحن اللي بنعرفه أنه النظام أبدأ تعامل بهيدا الملف وعنده سجينات كان لحيتم إطلاقهم بشهر رمضان مقابل إطلاق صراحة المخطفين بأعزاز ولكن هلأ الظاهر الخاطفين هن اللي عم بيعرقلو بدنا نشطرق المخطفين أعزاز هول النساء السجينات هلأ مقضربين عن الطعام لأنه كانوا موعدين أنه يطلعوا بشهر رمضان حزب الله له بمحل معين تأثير على النظام السوري اليوم برأيكم لا حزب الله ما يستعمل هيدا النفوذ اللي عنده مع النظام السوري لا يأثر عليه بمحل أنه طلعنا هالمعتقلات لنبدل لا أهلا هو في مرة بخطاب للسيد نحن عملنا اللي علينا والباقي على الدولة وهيدا الملف الدولة الليبنانية هي اللي بتتحمل مسؤوليته هني بالنهاية منهم حزب الله منهم تابعين حزب الله هني زوار مدنيين كانوا بزيارة العتبة المقدسة يذكر أن اللواء إبراهيم كان قد عاد مؤخرا بصيغة تبادل بين عدد من المخطفين يقابله عدد من السجنات السوريات ولكن حتى الساعة لم يتحرك شيء في هذا الملف سوى عضلات الخاطفين الذين إن كان لهم دور في هذه القضية فيبدو أنه محصور في إصدار البيانات أعلنت قيادة الجيش أنه في إطار مهمة الحفاظ على الأمن والاستقرار أوقف أحد حواجز الجيش في منطقة عرسال صباح اليوم سيارة بيك أب يقودها أحد الأشخاص محملة بكمية من الأسلحة والذخائر الحربية الخفيفة والرمانات اليدوية كما كانت الشاحنة محملة بمجموعة من الصواعق وآلات تفجير عبوات عن بعد إضافة إلى كمية من الألبس الخاصة كما جرى توقيف عدد من الأشخاص الآخرين على صلة بالموضوع وأشارت إلى أن الموقوفين سلموا مع المضبطات إلى المراجع المختصة وبوشل التحقيق بإشراف القضاء المختص إلى ذلك أفاد مراسلنا في البقاع شوق سعيد أن مديرية الاستخبارات أوقفت في بلدة مقنيفان أبيض في داخله خمسة عناصر من جبهة النصرة اثنان فلسطينيين واثنان لبنانيين وخامس سوري وكانوا مراقبين من نقطة انطلاقهم من مخيم نهر البارد وتضيف المصادر أن البيك أب الذي ضبط على طريق عرسال على صلة بالموقوفين الخمسة كما جرى ضبطه بالذات عسكرية وأشارات خاصة بجبهة النصرة والأشخاص الذين أوقفوا اللبنانيين أسامة أحمد منصور وأحمد علي حمد والفلسطينيين بكر محمد اسماعيل ومحمد محمود المصري والسوري تمام خير الله غنوم والسورية هيام محمود دي بالدباح المواجهات متواصلة بين قوات النظام والمعارضة المسلحة في حمص وحركة طالبان الباكستانية أعلنت اندمامها إلى القتال في سوريا تحدثت لجان التنسيق السورية عن سقوط عشرين قتيلا بينهم أطفال ونساء في مجزرة نفذتها القوات السورية في منطقة الحصوية في حمص وفي دمشق اتهمت المعارضة النظام باحتجاز مئتي شخص في أحد مساجد العاصمة من جهتها أفادت الإخبارية السورية عن ضبط الجيش السوري مستودعا للإرهابيين في حي جوبر لتصنيع وتخزين المواد الكيموية السامة لافتة إلى أنه جرى العثور في داخله على مواد كيموية مصنوعة من الكلور إنسانيا حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع مخاطر تفشي الأمراض المعضية في سوريا بما في ذلك الأمراض التي تنقلها المياه مثل الكوليرا والتفؤيد والتهاب الكبد فضلا عن تدهور أوضاع الصحة البيئية أما في الوقائع العسكرية فقد أفادت وكالة رويترز بأن حركة طالبان الباكستانية أقامت معسكرات ودفعت بمئات المقاتلين إلى سوريا لمساندة مقاتلي المعارضة في استراتيجية تهدف إلى الترسيخ السلاط مع القيادة المركزية لتنظيم القاعدة وأشارت الوكالة إلى أن قادة طالبان في باكستان أعلنوا أنهم قرروا الانضمام إلى الصراع في سوريا قائلين أن مئات المقاتلين توجهوا إلى هناك للقتال إلى جانب إخوانهم المجاهدين وقال قيادي في الحركة أن قرار إرسال مقاتلين إلى سوريا جاء بناء على طلب من الأصدقاء العرب مشيرا إلى أنه بما أن إخواننا العرب جاءوا إلى هنا طلبا للمساعدة فأننا ملزمون بمساعدتهم كل في بلده وهذا ما فعلناه في سوريا هذا وادانت لجنة عودي للوطن يا أمريكا الأمريكية المعارضة دعم إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للجماعات الإرهابية في سوريا مطالبة بالوقف الفوري للسياسة العدوانية التي تتبعها الإدارة الأمريكية تجاه سوريا لأن العقوبات والتدخل العسكري هناك ليس من مصلحة الشعب الأمريكي وليس من مصلحة الشعب السوري أهلا بكم من جديد الوزير علي حسن خليل يؤكد حرص كتلة التنمية والتحذير على تسهيل تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن ويقول أن الرئيس بري قدم أكثر من فكرة إلى الرئيس المكلف تمام سلام ونحن على تواصل وتنصيق معه كلام خليل جاء خلال إفطار رمضاني أقامه اتحاد بلديات جبل عامل أعرب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عن حرص كتلة التنمية والتحذير على تسهيل تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لافتا إلى أن الرئيس بري قدم أكثر من فكرة للرئيس المكلف تمام سلام كلام خليل جاء خلال إفطار رمضاني أقامه اتحاد بلديات جبل عامل ما نريد هو حكومة جامعة تتمثل فيها كل القوى والأطراف أي كلام خلاف هذا معناه أنه هناك من يريد تأخير التشكيل لحسابات لا نعرفها بكل الأحوال لكن نتمنى ومن مصلحة اللبنانيين أن تتشكل سريعا خاصة ونحن على أبواب أكثر من مشكلة فيما يتعلق بمؤسسات أمنية وعسكرية واستحاءات داهمة على الصعيد المالي والاقتصادي بدوره جدد النائب علي فياض هجوم حزب الله على تيار المستقبل الذي يعمل على إقصاء الحزب عن الحكومة بحسب قوله تكرار المستمر على لسان نواب ومسؤولين في تيار المستقبل يطالبون بألا يتمثل حزب الله في الحكومة المقبلة هذا الموقف إنما يخدم أحد خيارين إما التشكيل حكومة غير سياسية ضعيفة وإما الدفع باتجاه ألا يكون هناك حكومة على الإطلاق في المدى القريب وكل الخيارين برأيي ما بيخدموا الحاجة إلى الاستقرار وحماية هذا الاستقرار ومواجهة التهديدات والتحديات الكثيرة ومتابعة شؤون المواطنين الملحة أنائب قاسم هاشم من جهته أبدأ أسفه لما تتعرض له مؤسسة الجيش من حملة مسعورة يقوم بها فريق سياسي اتخذ قرارا عن سابق تصور وتصميم تظاهرة لحزب الانتماء اللبناني أمام السفارة الأمريكية في عوكر تنديدا بنأي الإدارة الأمريكية بنفسها عن دعم الشعب السوري في ثورته ضد النظام حزب الانتماء اللبناني تظاهرة أمام مقر السفارة الأمريكية في عوكر رفعت خلالها شعارات نددت بالسياسة الأمريكية في سوريا وطالبت إدارة أوباما بالعمل الجدي لدعم الشعب السوري في ثورته ضد النظام وفي كلمة امتدحت احترام الولايات المتحدة لقيم الديمقراطية حول العالم وتخليها عنها في سوريا ندد مستشار مناصقية الطلاب في الحزب حسين زين الدين بالسياسات الغربية التي تشجع النظام السوري لقمع شعبه لماذا هذا التخازل الأمريكي الفاضح والتقوقع المهين لسياسة الولايات الأمريكية الخارجية هل غيرت أمريكا سياستها أم أنها مسيرة من قبل إدارة فاشلة اختارت سياسة النأي بالنفس عن الثورة السورية المحقة وانتقد زين الدين تجهل واشنطن للمطالب المحقة للشعب الذي يعاني منذ أكثر من سنتين إنسانيا واجتماعيا لم تبدأ تحقيقات بعد مع الرئيس المصري المعزول محمد مرسي فيما دعت حركة رابع العدوية إلى حجد مليوني جديد ما بات مؤكدا في مصر اليوم أن الرئيس المعزول محمد مرسي يواجه أحكاما تتعلق بالتخابر والتحريض لقتل المتظاهرين والإدرار بالاقتصاد المصري والهرب من سجن النطرون من بين بلاغات عدة قدمت ضده وضد أعضاء من جماعة الإخوان لكن ما انتشر عن بدء السلطات المصرية التحقيق مع محمد مرسي لم يكن دقيقا فقد نفت النيابة العامة المصرية أن تكون نيابة أمن الدولة قد بدأت التحقيق فيما تجري حاليا عملية فحص للبلاغات المقدمة تمهيدا لبدء التحقيق مع مرسي والاستماع إلى أقوال الشهود بشأنها حرية اختيار الناس لحكامها أمر ما حدش يقدر يزايد بيه في الدين ويقول يا شريعة يا حاجة تانية لا دي تجربة حكم إن نجحت فيها فانت نجحت وإن فشلت فيها إنت فشلت في سياق متصل أدى رئيس حزب الدستور محمد البردعي اليمين القانونية نائبا للرئيس المصري المؤقت للعلاقات الدولية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في مقر الرئاسة في حي مصر الجديدة شرقي القاهرة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيها على الجبهة الأخرى دعا أنصار الرئيس المعزول إلى مليونية جديدة تحت عنوان الحشد لاستعادة الشرعية تلقى الرئيس مرسي قبل أسبوع واحد من عزله بانقلاب عسكري دموي ثلاث اتصالات تليفونية من الرئيس أوباما بينما هو في أفريقيا كلها يرجوه أن يقدم تنازلات أن يقبل وإلا فسيكون هناك انقلاب عسكري لا يريد أو لا يستطيع أن يقف ورفض الدكتور محمد مرسي بشمم واستمر مؤيد مرسي في اعتصامهم في ميدان رابع العدوية في مدينة نصر وميدان نهضة مصر في الجيزة للمطالبة بعودة رئيسهم وإلغاء القرارات الاستثنائية ومنها وقف العمل بدستور العام 2013 حركة تمرد ما هو سجلها العدلي ومن أين بثقت تقرير للزميلة منعشماوي من الحارة الشعبية من العشوائيات التي تناستها الأنظمة الحاكمة مع قهر الكرسي وظلمه خرجت حركة تمرد من قلوب شباب أعمارهم أقل من مدة حكم مبارك بل إنهم لم يعرفوا غيره حاكما إلا عندما جاء محمد مرسي فتخيالوا أن حقوقهم المهدورة ستعود وأحلامهم في عيش وكرامة وعدالة اجتماعية باتت في متناول أيديهم ولكن لم يكن مرسي بالنسبة لقضيتهم وأحوالهم أفضل من مبارك بل زاد بؤسهم بؤسا فكبرت الأحلام وخرجت تمرد ملايين من الاستمارات خرجت من مساكنهم العشوائية لتجد طريقها إلى قلوب الملايين من المصريين الأغنياء قبل الفقراء والصغار قبل الكبار فلم تكن ثورة الثلاثين من يونيو ثورة جياع بل هي ثورة تصحيح واستكمال لثورة يناير إحنا كنا نفسنا نحن الشغل زي الألترس عندهم الفكر بتاحهم فكر مستقل ما حدش قدر يفرض عليهم كلمتهم فدي الفكرة عجبتنا من كده وعشان كده نضمنا لتمرد يعني إحنا كنا أول ناس حلوان وبدأنا حاملة تمرد وانضربنا كنا أول ناس برض في حاملة تمرد انضربنا في حلوان من جماعة الإخوان المسلمين ازلنا محطات المترو كلها كنا من ممد الناس برضو كان فيه ناس بيتعرض دينا الشيوخ كنا بيقطعوا الورق بتاعنا ولما الناس بتيجي تمضي كانت الناس بتقول لكم ده ناس كانت فرحانة بينا قوي أغلبية الناس معظم الناس عدد أولي البس اللي كان بيجيوا لنا حرام عليكم انت تخربوا البلد هم أساساً اللي خربوا البلد حاملة تمرد عشان الأمن لسه مرجعش للشارع مش عايزينك عشان لسه الفقير ملوش مكان مش عايزينك عشان لسه بنشحط من برة مش عايزينك كانت مفاجأة بالنسبة لي أن أعلم أن غالبية شباب تمرد ينتمون إلى الحزب الناصري حيث يصل عددهم في كل المحافظات المصرية إلى قرابة العشرة آلاف متمرد ومتمردة هم أبطال تمرد يعولون على زمن زعيم الأمة ناصر الحاضر الغائب في عقولهم لتعود مصر إلى وقت كانوا يسمعون الدنيا كلها تغني لأم الدنيا كنا بننزل في كل المناطق في حلوان كنا بننزل نمضي الناس نزلنا على حدق حلوان والمساكن وبعض الناس برضو كانت بتتعرض لنا كان فيه ناس بتهددنا ومع رأى قبل كانت ضربنا برضو جينا انتخبنا محمد مورتي وإن هو ده اللي يجب لنا الأمان اللي جاب لنا أمان ده جاب لنا الفقر والجوع والقرف وجاب لنا حرب العصابات اللي هو الحيشة اللي وراه طبعا طبعا نضرب نفسي 30 جزء من أننا انتخبته سترت تمرد في التاريخ حدوتة مصرية أصيلة تقلب الموازين رأسا على عقب وتعطي الشرعية لشعب بات صوته في الميادين عاليا رغما عن أي حاكم لا يرضى عنه المتمردون منعشماوي الجديد من القاهرة كان في النشرة بهي الحريري تكلف هيئة دفاع عن موقفي عبره عريضة السنيورة لعزل المفتي مخطوفو عزاز إلى الابتزاز طالبان تفتح فرعا لها في سوريا وحركة تمرد سجلها العدلي ماصري طبعا نضرب نفسي 30 جز مننا انتخبت كان هذا كل شيء نشكر لكم حسن المتابعة وتصبحونا دائما على ألف خير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة